ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماع المجلس صباح اليوم وطلع خلالها على عدد من المواضيع المتعلقة بتطوير الخدمات المقدمة من الدوائر والمؤسسات المحلية ضمن اجتماعه الدوري الأسبوعي والذي ترأسه سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة والذي عقد بمكتب سمو الحاكم اطلع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة على المذكرة المقدمة من دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية حول تطوير عمل المختبرات بما يتماشى مع المواصفات العالمية كما وناقش المجلس أيضا التقرير المقدم من دائرة التخطيط والمساحة بشأن الاشتراطات المعمارية في عدد من المشاريع التجارية بالإمارة حيث استعرض سعادة المهندس خالد بطي المهيري رئيس الدائرة تفاصيل التقرير متضمن نبذة عن المشاريع التجارية في إمارة الشارقة والاشتراطات المقترحة من قبل الدائرة المجلس اطلع أيضا خلال جلسته على مشروع قانون بشأن تنظيم المراعي في إمارة الشارقة حيث تضمن مشروع القانون مواد وأهتاف المشروع الذي من شأنه الاهتمام بتوفير الغطاء النباتي والتوسع الخضري وإيجاد مراعي طبيعية في الإمارة وتنمية الموارد الرعوية وتنوعها لتسهم في رفض القدرة الإنتاجية لثروة الحيوانية وضمن ما استجد على جدوى لأعمال الجلسة اطلع المجلس على القوانين والقرارات والأوامر الصادرة عن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة كما واعتمد المجلس أيضا مذكرة التفاهم المزمع توقيعها بين حكومة الشارقة ووزارة التغيير المناخي والبيئة بشأن مؤشرات الأجندة الوطنية لتحقيق رؤية الإمارات 2021 حيث تهدف المذكرة إلى تحقيق عدد من الأهداف منها مؤشرات البيئة والتنمية الخضراء والبنية التحتية المتكاملة ختاما اطلع المجلس على جدوى لأعمال الجلسة الرابعة عشر لدور الإنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع لمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والتي ستعقد يوم الأربعاء الموافق 11 من إبريل الجاري وستناقش الجلسة مشروع قانون بشأن الوقف في إمارة الشارقة